مرحبا بكم مجديد في هذا الموعد المباشر من النشرة الخاصة بآخر مستجدات فيروس كورونا يحفر معي الليلة الأستاذ والدكتور المبرز زياد مزقار ورئيس قسم طب الاستعجالي بمستشفى فرحة حشد السوسة مرحبا بك دكتور مرحبا بك راما إذن البداية بشتبدأ بآخر الأحصائيات 1710 تحليل اليوم ما نخلطوش لأنه مزالوا بكي خرجوا تقريبا عنه أكثر من خمس دقائق مخلطناش نحضروا الخرايط شالا غضوة نشوفوهم كان أمكن إذن 1710 تحليل حتى يصبح التحليل لكل جملية 17000 تحليل 86 فيهم 161 تحليل طلعوا إيجابي 13 حالات إيجابي عفوا 161 تحليل إيجابي فيهم 105 حالة إصابة محلية وثمانية وفدين 48 تحليل حالات سيبقة لتزيل حاملة للفيروس يصبح حالات المتأكدة في تونس 2427 حالة مؤكدة في تونس حالات الشفاء 1395 972 حالة إصابة لا تزيل حاملة للفيروس معناها فيهم موجودين في الحجر الصحي وبعد ناخذ فكرة ربما على المركز أو الحجر الصحي لساير بمدينة المنستير 26 موجودين بالمستشفيات يقع إيوائهم حتى ياخذوا العلاجات والعناية والخدمة الصحية ثمانية منهم موجودين في الإنعاش المركز اليوم ينضافوا أربع حالات وفات منهم اثنين بمدينة جيبس أكثر تفاصيل ناخذها بعد شوية حتى يصبح عدد الوفيات 60 حالة الله يرحمهم وينعمهم ويصبر أهليهم على فقدانهم إذن هذه هي الإحصائيات اللي مزالت كي خرجت قبل ما نتحدث معك دكتور مزجار ناخذ فكرة على المنستير وربما بعض الإشكريات الموجودة فيها معنا عبر الهاتف السيد الدكتور حمودة بابا المدير الجهوي للصحة بالمنستير مرحبا بيك دكتور مرحبا بيك مش نسمع فيك بالقيرة الأخوة التقنيين أكيد والمهانسين أكيد يطلعوا في صوت تسمع فيهاك دكتور محمود بابا حمودة بابا سمحني حمودة بابا مرحبا بيك سيد المدير الجهوي للصحة بالمنستير إذن كان تعطينا فكرة على الوضع في المنستير ناس برشة تتدمر من الظروف اللي في الحجر الصحي نعرفه اللي العدد تفيق من الأعداد اللي كانت موجودة قبل في المرحلة الأولى قبل هذه المرحلة هو الوضع معنا في المركز كوفيد بلوس بالمستير هو كما تعرفوا أنه وقتل طاقة متاع المركز معناها وقاع الرفع فيها معناها بشتصبح معناها أكثر من اللي كانت لأنه السقف كان ميتين اليوم ميزال بالسقف الثاني اللي بش نعتمدوه ميزال لما تحددش بالضبط لأنه فما لجنة فنية ولجنة فنية وعلمية بش تتحول نهار الجمعة إن شاء الله على عين المكان وبش تحدد معناها المركز قد قداش ينجم يستوعب من من سرير لمرضى كورونا موجود دكتور بابا اللي نعرف أنه هو طاقة الاستيعاب تقريبا هو مع علم أنه هو نزل يعني اليوم أربعمية يظهر لي أربعمية والعدد هل هو في تفاقم الأربعمية موجود في المستير مع العلم أنه مركز حجر بالمهدية تحل وجربة حل اليوم في 331 حالة متوجدين وكنا أمس في 338 ثم معناها 17 حالة شفاء وثم زوز حالات وقوع الترانسفير متاعهم للمستشفى الجامعي بالمستير هنا حالة متاع أمراض القلب تحولت للسيربيس انفكسيو مي تحت رقابة مستوجة ما بين الأمراض السريرية منها تاقم الطبي الأمراض السريرية وتاقم الطبي لأمراض القلب والحالة الثانية هي في قسم الإنعاش فهذه اليوم تحولوا الاثنين للمستشفى الجامعي من المركز سقانس من أين يتضمروا الناس الذين موجودون في هذا الحجر دكتور؟ نعم من أين يتضمروا الناس الذين موجودون في هذا الحجر الصحي؟ الناس الموجودين يتضمروا مبارشة حاجات معناها يتضمروا من الخدمات خاصة من ظروف الإقامة التي بالنسبة لهم لم يكن كما كانوا يتصورها ونعرف أنه بالنسبة لنا نراه ليس ظروف نزل هي ظروف نتع مركز مركز كوبيد بلوس معناها سمى شركة خدمات التي تدخل معناها سواء للتعقييم والتنظيف والماء والكل هل وقع التعزيز؟ معناها اليوم العدد أكثر لكن هل وقع الأخ بعين الاعتبار هذا؟ هل عدد الناس الذين يتقدم في الخدمات موجودة بنسبة العدد الذي يدخل؟ هل أيضا الخدمات الصحية موجودة؟ هل التقم البشري موجود ويأمن في ذلك؟ لأنهم فما برشة حبوا يخرجوا بشي يمشيوا لديانهم قلق نلتزم في داري بشي نعمل حاجات صحي ١٦٢٪ َ٠٢٦ ٦٠٠٠٠٦٠٠٫٨ ٢٠٢٠٠٨٠١ فقط اليوم الوزارة استجابت وعطيتنا لإزداء بعض العقود مع التقمس الشبه الطبي وعطيتنا كيف كيف العقود نجم تكون بالنسبة للجارد مع الأطباء وعطيتنا لأنهم لا يوجد إقبال بالكلام لكي يأتي للجارب كيف يتحلون في هذه المشاكل؟ وبذلك النقص ليس على أساس أنه ليس موجودين للجارب إنما ليس موجودين للجارب المستعدين لكي يعملوا في الكوفيد هذا هو الأولى وكأنهم لا يرغبوا بأرواحهم هل هذا متوقع سيدي؟ نعم هل هذا متوقع؟ كنت تتوقع؟ وهذا جاء بالنسبة لنا الطاقة الاستيعاب تعدنا من مرحلة للمرحلة كنا كنا في الأصل 200 من فتوش نعم نعم الطاقة القصوى هي 200 اليوم وصلنا إلى 338 معناها اليوم 331 ونجم يزيد الضعف وصلنا حتى 342 معناها كيف يتحلون؟ الطاقة القصوى وصلنا فيها تقريبا 170 أو 180 كيف يتحلون؟ وهذا لا يكون لديه هذا هو اللي قاعدين نشوفه فيهم تقريبا بالنسبة للخدمات الطبية رأوا بالنسبة لنا وهذا من من حظنا في تونس أنه أكثر الحالات هي حالات ما عندها شعل معناها علامات معناها علامات معناها يكونوا ناس أسيمتوماتيك لو كان كنا سيمتوماتيك يكون الوضع أصعب وأصعب هل المهدية وجربة خفوا شوية على المنستير؟ بقي صوتك بعيد برشة قلتك هل خفف المنستير والجربة؟ المهدية المهدية اللي اليوم معناها توصل للطاقة الاستيعاب متاح القصوى تقريبا 180 ولا مش توصل 190 معناها حالة موجودة في الواحد هذا وزيد كيف كيف معناها في 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 جزيرة جربة كيف كيف معناها كونه معناها تقريبا 100 حالة لدي لكون المنزل معناها في جزيرة جربة معناها في سنتر ثالث وقعد مناسة وزير معناها بصفة استعجلية معناها يكون قاعدة تتحل معناها معناها بقعث معناها بقعث معناها بقعث معناها بقعث نعرف معناها من الجمشق استيعابهم بالكل دكتور المشاكل قاعدة تتحل وفوريا مزور قاعدين سهلين على أنها تتحل رو صدقني ونحن توقف نتكلم ممكن نجمه ونقوله ما نحبه إنما وقت لا تشوف على الواقع من الناس الضم والطرفيات اللي قاعدين يعملوا فاعلة ومش سهل بالكل علش علش المعناها المراكز هدية علش ما تعملت من قبل في برشة بقايا على خاطر هذا هو هذا هو إذن الناس اللي اليوم قاعدة تخدم في خدمة كبيرة يلزمنا نصبر عليها هذا هو هذه هي المعضلة هي اليوم نحن في أزمة والأزمة يلزمها الناس متاع أزمة ويلزمها تأخذ بعين اعتبار كل هذه معناها كيف تهديد النفوس معناها الإنسان المهم تحفظنا على المهم خاصة الناس اللي عندها أمراض مزمنة يقع معناها العينية بها في انتظار أنكم تحلوا مشاكل هذه الطاقة الاستيعابة سوف الأمراض المزمنة ومتابحها والكليكاء راهوا معناها ما تتصورش قداش الجهد المذول وأنا نثمن ونثمن ونعاود نجيد نثمن معناها التاقم الطبي الشيء اللي يعمل فيه على مستوى الكوفيد وشيء اللي قاعد يتعمل تصبيتات أكيد أكيد راهوا أنت اليوم معناها معناها راهوا هذه من الحاجات اللي أنا عايشهم صحيح أنك بالنسبة لك أنت وقتلت لقات عندك مريس إنعاش معناها ومعناها ومعناها لا تتصورش قداش وهنا نشكر معناها التاقم الطبي اللي في قسم الإنعاش في فاتومة بورقيبة معاها تعاونهم الكبير دكتور محمود يعني تكسح معناها سواء أنت فكري عبروك في المجهود الكبير والتاقم اللي معاه سواء معناها في محمد شاقرون معناها لا تتصورش كيف نشكرهم سيسانير إنويرة في المجهود دكتور محمود نحن وكل وكل الوخيان وكل الوخيات ونعرف كتنجم تنسى الناس لكن كلهم يعرفوا لأنكم تشكرون ويعطيهم على مجهود لقاعد أنا من جهتي نشكر نعرف الوقت دهمنا دكتور يجبني نقص على خطر عندي ضيف بحثي وعندي زوز تريفونات أخرين نشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود بابا وأكيدا أنا بشكونا معك لقاعد باقي نغرطين الدكتور حمود بابا مدير الجهة والإصحاب المناستير شكرا جزيلا لك عن معطاية التي قدمت وبتوفيق للعمال مرة أخرى مرحب بيك دكتور مزجر في انتظار المكلمة فيه مع دكتور رابحي إذن مستشفى كوفيد فرحة حشيد ينجم اليوم يعطي مسلك الصحي ما تقصش العمل الإطار الطبي وشف الطبي تقريبا لحد اليوم باتمسش صف حالة واحدة طبيبة المقيمة طبيبة المقيمة كانت تعطينا فكرة على لتد اليوم السوسة والمستشفى الجهوي كوفيد هو وراه المستشفى الجيمية يعفو المستشفى الجيمية هو مسلك كوفيد تأس عجالي فرحة حشيد ما نقطعش عن نشاط من تسعة فيفري بدأ المسلك هذا بدأ في الفرز الاستباقي الفرز مسلك كوفيد مصغر بعد انتقلنا في إطار البعد استراتيجي وارتفاع عدد الحالات في تونس ومع الحجر الصحي التام واللينا عملنا مركز طبي متقدم ومن بعد وقته خفت الحالات ونقصت الحالات وتحسنت الحالة بين الضفرين الحالة الوبائية في تونس رجعنا كنتم متأهبين للحال اللي صايرت ومعه في الظروف هذه خلينا نكونوا واقعين وعقلينيين وقتها مش تحارب انتحالها لازم تكون عندك دراية بعلم الكوارث والحالات الاستثنائية معناها لازم يكون عندك بعض استراتيجي تخمم وقته نطلع بشوية بشوية أول حاجة عدم استنزيف الموارد البشرية استنزيف موارد البشرية أو موش وظيفيا وجسمانيا فقط بسيكولوجيا وهنا بربي حاجة بين الضفرين خاطر الإطار الطبي والشبه الطبي هي مجيش التقسيم هذا في كل مأعوان وجنود الصحة كل مأعوان وجنود الصحة اللي كانوا اللي كانوا معناها صد مانيع باش حاولوا يقاوموا هالجايحة هذه اللمت بالبلاد وبالعالم الكل وحاجة أخرى لازم يكون ثم بعد استراتيجي على الموارد اللوجستية وأول حاجة هي نفهموا اللي فاما استراتيجي قاعدين تخدموا بها وتشتغلوا عليه على مستويات الكل يعني إداريا سمع عليش لازمني استحفظ على جنود وأعوان الصحة كما قلت لك ما فيماش حاجة إطار طبي وإطار شبه طبي كلهم جنود وأعوان الصحة من عملاء وإداريين ومرضين وفنيين وأطباء وكل شيء ويكون عندي مخزون استراتيجي يكون عندي وسائل الحماية وهذا راه كان من توجهات كل صراحة من توجهات الوزارة اللي يكون ثم مخزون استراتيجي من وسائل الحماية في كم المستشفيات الجمهورية دكتور مزجر بشنا نرجع لك حتى تقول لي اليوم شنوى الصغير في أقسم الاستعجال لأنهم هما الأمامين هما وصف الأول اللي هما المستوصد جدار الصد جدار الصد إذن معنا عبر الهاتف دكتور محمد ربحي رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة مرحبا بيك دكتور أهلا سهلا مرحبا دكتور مش بشنا قعد برشا معاك نعرف أنت عندك التزامات ونحن زاد الوقت داهمنا لأنه فهمة مكالمة أخرى مع المدير الجهوي للصحة بجيبس حتى ناخذ أكثر ربما الأوضاع في جيبس تحديدا في الحامة حبيت نسألك المواطنين الموجودين بالمونستير وفي الحجر الصحي يحبوا أن يخرجوا مع طاقة الاستيعابة التي كان يتحدث عنها المدير الجهوي دكتور حمودة بابا لماذا اليوم هل الناس تحب أن تخرج من هذه الحجر الصحي لن تذهب إلى بيوتها قالك نلتزم ونقعد في أماكن مع العلم أن هذه الناس جاية من من مناطق حمراء أو مناطق برتقالية تحية لك وتحية لسادة المشاهدين هو صحيح نحن نفهم وراه الناس كل الأغلبية يحبوا يبقوا في ديارهم ويعملوا الكون في ديارهم نحن اليوم تم اتخاذ القرار وإن شاء الله لكي تكون حالة بحالة لأنه إذا كان تضح وأنه فيه أشكون ظروفه في عائلته ينجم يحترم الشروط الأساسية للحزر الصحي الذاتي وتكون الأمور تكونها مضمونة لا يعني إشكال وهذه نحن اليوم بدينا إن شاء الله لنحضر البروتوكول وفي الأيام هذوم القلاء الجايين لنحاول نعمل بنك معلومات وكل يثبت أنه عنده تحليل إيجابي وينجم يعني يغادر الحجر الصحي لنفع يتوake البروتاج في دار لنفع إشكال كيف بالنسبة للناس المراكز اللي هي توا جاتنا عديد التليفونات من طرفهم ويحبوا يخرجوا احنا ما فم حتى اشكال ان شاء الله باش نحضروا هالبروتوكول باش نعملوا الدراسة للنزلاء وحالة بحالة واذا كان فم مشكون ظروفه تسمح ما فم حتى اشكال احنا سوف نسمح لذلك ولكن القاسم المشترك بيناتنا هو كيف يمكن لنا ان نحافظ على كسر سلسلة العدوى وبالتالي اذا كان هذه مؤمنة وموجودة معناش حتى اشكال ان شاء الله شكو جزيلا لك دكتور محمود شكو جزيلا لك دكتور محمد الرابحي رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة على هذه المعطاية اذن دكتور مزجار اليوم شفا ما فلزيورجنسة تاكو مع كل الاستعدادات التي انتم قايمين به احنا لازم نعرف ولي احنا في فترة تعايش مع الفيروس وانا احنا قايمين قادمين على حرب والحرب راهي ماهيش نهار والنهارين نجم تكون اشهر يعني لازم يكون ثم استعداد كبير صورتوه نفسي احنا طوى اعوان الصحة الكل في ثم انهاك كبير برش ثم انهاك لازم يصير تدعيم الاقسام الاستعجالية في كامل الجمهورية سوسا مستير قيبس جندوبة تونس العاصم القروين صفيقس ثم الدعم اللوجيستي وثم الدعم بالعنصر البشري خاطر ينجم يصير ثم تعب كبير برشا كما قلت لك احكيلي على المواطنين كيفاش اليوم الاستعجالي كيفاش يتعامل مع الحالات اللي في ارتفاع ارتفاع بطبيعة الحال نحكيلك على سوسا ثم برشا مناطق مساكن سكر قسم متاع الدنتير ثم مساكن ثم سيدي بوعلي ثم كندار والله بكل فخرا وتواضع كان الفضل الاستعجالي فارس حشيد الفضل في كشف عديد المواقع اللي صارت فيها حالات متعدة وحاولت بعد حاولوا معنا بانثور بالتنسيق مع جميع الأطراف اللي كسر حلقات العدوى هذي المواطن لازم يكون متفهم يجي للاقسم للشفائية ولا الجامعية وقسم الاستعجالي لا يجبوش يجي مرافق لا يجبوش يكون مرافق لازم يحترموا البروتوكول الصحي كان الناس الكبار في العمر اللي تستوجب يعني في دامو الأمراض المزمنة من حقهم رهو ما تنساش قسم الاستعجالي ثلاثة أجنحة كل القسم فيه مسلك كوفيد بالنسبة لحالة الاجتباه في مسلك الأمراض العادية ما توقفناش ثم شوية عبادي يقولوا ان شام لا قسم الاستعجالي والطب الاستعجالي وعمره ما كان في حالة بطالة كل سوا في الحجر الصحي العام ولا حاليا وثم سدون ان اكزامبل راهو اكزامبل يحتذا به في وثم الجناحة السالسة كل القسم استعجالي والعديد الأقسام ثم عندهم الوحدة المتنقلة النجدة والإنعاش وما ننساوش الفضل الكبير بتاع الأقسام الطبية المساعدة الاستعجالية الصعف الطبي الاستعجالي في فيفري مارس أفريل ماي اللي ساهمت ساهمت في رفع عديد العينات وفي تدقيق في عديد العينات وفي رصد عديد الحالة الإيجابية اوضح اذن كلمة الختام شكونا معاك وعلى المساج اللي تحب توصلهم في انتظار ناخذ المكالمة الهاتفية مع المدير الجاهوي بجابس سيد او الدكتور يحيى حمدي المدير الجاهوي بالنيابة بجابس لكن قبل ذلك حابتنا نقول ان المستشفى العسكري الميداني اللي تم تركيزه اخيرا بالحامة يكمل ويواصل في تقديم الخدمات للمواطنين اليوم عمل 432 عيادة 57 منها حالة استعجالية اثنين مواطنين وقع توجيههم او الاحتفاظ بهم بالقسم الاستعجالي بالمستشفى الميداني العسكري زوز مواطنين توجهوا الاقامة بالمستشفى المحلي بالحامة اللي هو رجع يخدم لتقديم السعافة الضرورية في انتظار تحليل مغبرية كذلك اخذ العينات تتواصل المشتبهين فيهم بكوفيد-19 تم اخذ تقريبا مئة عينة للتحليل قم بها المخبر العسكري المتنقل اللي موجود بالمستشفى العسكري بي جابس للتحليل الجرثومي 371 تحليل مع العلم انا واردة من المصالح الجهوية للصحة بي جابس والمستشفى العسكري الميداني بالحامة والمستشفى العسكري بي جابس مرحبا بيك مرة اخرى سيد دكتور يحية حمدي كانت تعطينا فكرة على الوضع ان الحمد الله رجع يخدم المستشفى المحلي بي جابس كيفاش هي ظروف لعملها لقاعة تعزيزه كذلك لانه نعرف اللي هو عززة بي المستشفى المتنقل العسكري او الميداني كيفاش العمل قاعد يسير نشوف اللي فما اسفيتاليزازيون بتاع زوز مواطنين في هذا المستشفى وكيفاش التنسيق ايضا حتى مع مستشفى جابس الجهو وكانت تعطينا فكرة كذلك على المتوفين اثنين اللي هما من جابس الله يرحمهم بالنسبة للمستشفى الحامة الوقاع التركيز بالنسبة لمنطقة الحامة وانا وقع التركيز منذ يوم الاثنين المستشفى العسكري المتنقف اللي هو تقل الاستيعاب منتاع ضعيفة لكن الجهد اللي جاعدين يقوموا به هي جهد كبير ياسر ياسر هو الهدف من تركيز هذا المستشفى بطبع التحال هو معذرة جهود المستشفى المحلي الحامة كان معنات للامانة ما كانش يشتغل معنات يزما يشتغل اليوم قمنا معنات باجتماع مع كافة الاعواد والتزمن انه سيقع معنات بالنسبة للمستشفى المحلي في الحامة يعجب Mizrazzah يخدم كما كان اقبل ومعنت وبالفعل معنات يرجع testify كما كان اقبل أرغم أنّ ايريدك المستشفى هذا يفتقر إلى مدير وتعوا هذي معنات أن تلك المستشفى المت المستشفى المخالي ام أم 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 مستشفى 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 دون مدير أراه مع أنت بالصعب أن يكون مع أنت الأداء مع أنت أداء كامل أرغم أن التنفيق بين المستشفى العسكري المتنطل والمستشفى المحلي بالحامة اليوم كان مع أنت التنفيق محكم وتنفيق جاد جدا دكتور حمدي العدد قاعد يتفيقم في جيبس ونعرفوا لي هي مطوقة ومسكرة هل بشي يصير حضر تجول هذه حاجة أو الثانية حاجة نحب نعرف وناخذ فكرة معاك على الوفيتين اللي صاروا اليوم مع العلم أنه اليوم في جيبس في تقريبا أسبوع أربع حالات وفاة أو أكثر شوية من أسبوع اللي توفى نعرفه واحد توفى نعرفه اللي هو حامل لفيروس كوفيد ومتقدم في السن والحالة الثانية هي وقع التحليل بعد الوفاة يعني تأكد أنه حامل للفيروس هذا يزيد يخلينا نزيد نكونه أكثر فيجيلان بالنسبة للناس الكبار ورانا قادرين نحن المجتمع أنه ينقل هذه العدو للناس الكبار اللي عندها أمراض مزمن كتأتينا فكرة على حالتي بس بالنسبة للإنشاء باسرة ما عندها جاعدت ترتفع وخاطر ما عندها بالنسبة للتقصي على هذه العينات بالنسبة للتقصي جاعد يرتفع ليس كما عندها في أول الإبيديمي كما توقعوا وقاعدين نعمل في صماديو مثلا عملنا 800 عينة ليهو فما عندها في أول مع الجاية حيث أن نعمل بخلقين و60 عينة حاجة طبيعية بشيار سفع العدد المعات المصابين وهذا رمع أنت ليس مؤشر خيب هذا مؤشر ينجم يكون خيب كما نجم يكون باي لأننا الغاية متاعنا هو أنه يجب أن نعصوا أكثر عدد ممكن من الناس المصابة ليس نشمو الإنسان المصاب ونحمو الناس الموحيطين بدء إنسان المصابات هذا هو حالة بالنسبة لإرتفاع الإصابات دكتور حمد للوفيات بالنسبة للوفيات الثاني هو الوفيات توقي لحد أنسو جلنا أربع وفيات اليوم للأسف جلنا بيشوف وفيات وهم في عادة لما عند أشخاص اللي عمر المتحن متقدمين في السن تعرفوا أن المرض هذا عادة يأثر إلا على ناس المنع عن طحمة ضعيفة أو الناس أو الأشخاص المسنين مع أربعة أربعة إصابات اللي حميسة جلناها وفيات ثم مع التمندوي الأسئلة الله يرحمهم الله يرحمهم ويصبر أهلي شكرا جزيلا لك الوقت دهمنا الدكتور إن شاء الله أكيد في فرصة أخرى بشيكون معاك لقاء يمكن غدوة زادة حتى تعطينا أكثر فكرة على الحالة والوضع خاصة مع التنسيق بين كل الجهات الصحية شكرا جزيلا لك وبالتوفيق للعمل اللي قاعدين تقوموا بي إذن زياد كلمة الختم عندك الساعة قبل كل شيء تدعي من لكلامك مش نقول بصيفة برقية المواطنين ماذا بهم يحترموا التباعد يحترموا البرتوكول الصحي في المستشفيات ويحترموا التقيد بتعليمات الإطار العامل جنود وأعوان الصحة وثاني حاجة ماذا بينا المستشفيات الأقسام الاستعجالية تعاون أقسام الاستعجالية معناها بإيواء الحالات المشبوهة فيهم ما يخليهم مش في أقسام الاستعجالي وتكون يتم إيواءها كل سيرفيز يخصص معناها غرف وأسرة منفردة باش يتم إيواء المرضى هذي وقتا نفرقوا المرضى هذي وقتا نتقاسموا الأدوار وقتا نتعاونوا نتفادوا لأعوان الصحة يتمسوا خاطر أعوان الصحة إذا يتمسوا يكون نختار كبير برشة خاطر معارضين رواحهم نختار دهم أنا ننتمي وحبيت نواصل المساج ننتمي لأربع عائلات يمكن النظال المتاعي يظهر مبالغ فيه لي أنا من قرية زرمدين عندك عشر ثويت قرية زرمدين مناظلة ولد عسكري متقاعد بابا ومي ربا وني على النظال ننتمي إلى عائلة ثانية هي عائلة الصحة الوطنية مش بشقول العمومية نخدمه تحت دراب وأنتمي إلى مستشفى فرحات حشاد أنتمي العائلة ثالثة الطب الاستعجالي اختصاص فاتيه من 2005 وأتشرفه والعائلة الرابعة هي استعجالي فرحات حشاد بكل أطيافه عملة إداريين ممرضين تقنيين أطباء أفتخر بالانتماء لهم عائلة الأولى والأخيرة ونقول بكل تجرد تحية تونس تحية تونس شكرا جزيلا لك دكتور زياد مزجار على ما قدمت له ما كنون وصلنا إلى هناك حلقتنا إلى اللقاء